بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى يا رب يجعله بث مبارك. كررنا نعمل بس بعد صلاة الفجر. الله سبحانه وتعالى يكون فينا الصحية وسمعانا. وأسمع منكم في التعليقات نعمل البس دلوقتي أفضل بعد صلاة الفجر ولا نعمل البس بالليل بعد صلاة الترويح. حسنة في التعليقات الكلام ده. لكن أنا النهاردة كنت عايزة أعمل حاجة كنت عايزة أتكلم عن القرآن ورمضان. خلينا نسلم عن الناس اللي هنا السلام عليكم الناس اللي هنا السلام عليكم الناس اللي هنا السلام عليكم وخلونا أن احنا نحاول بقدر الإمكان أن احنا أنا مش عارفة طبعا نزبط القبس بتاع التكتوك لكن خليني خليني كده. تمام. السلام عليكم. تمام. وعليكم. الناس صحية. الحمد لله الناس صحية. الناس عايزين ياخدوا بعد صلاة الفجر بقى سواب الحجة والعمرة تمة 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 بعد صلاة الفجر نسكر الله عز وجل حتى الشروق. فقلنا نستغل الوقت دوت ونطلع معاكو فبس عن القرآن ورمضان. شهر رمضان كرم بنزول القرآن فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فخلونا بقى نعظم القرآن. تعالوا بقى ما أقول لكم على العتب اللي أنا بعتبه على الناس في موضوع شهر رمضان ده. تبص تلاقي مين راح يتسحر دلوقتي. ومليز من خلاص السحور خلاص. تمام. ان شاء الله نعملوا بعد التروح بعد كده لكن خلوني معاكو النهاردة دلوقتي. ونتكلم على موضوع القرآن ورمضان. أنا زعلانة جدا جدا جدا. معظم الجلسات التربوية بتقفل في رمضان. معظم الحاجات اللي هي الخاصة بموضوع التفسير والمقارئ بتقفل في رمضان. معظم حتى الدروس الوعز والرقائق بتقفل في رمضان. أصليحنا هنتخلص يعني هنتفرغ للعبادة. تمام. أنا معاك والله إن هي جميلة. ولكن ما الأمثال البشر اللي زيه واللي زيه غيري والأقل. نحن من عامة الناس. يعني الناس اللي عايزة تتدبر القرآن أو قلبها مفتوح لتدبر القرآن ومعرفة معاني الكلمات وهكذا. أو حتى تثوير الصورة اللي احنا كنا بنتكلم عنه. مقفول. كل الحاجات تقول لك لا خلاص بعد رمضان. ده حاجة تزعل جدا. سألت كذا أخت فن يا بنت الجلسات التربوية بتاعة تقول لك لا بعد رمضان شاء الناس متفرغة للعبادة وكل واحد. أنا معاك والله. ولكن يعني على الأقل المصلحين الدعاه المشايخ لا تغلق بابك في رمضان عن الناس. على الأقل الناس المصلحة الناس المشايخ الدعاء. يا جماعة ليه تقفلوا ما تقفلوش باب للعلم ولا باب التدبر ولا باب الكلام عن القرآن في رمضان. ده رمضان هو شهر القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا جبريل يعني يعود القرآن مرتين في الشهر. وكان الرصال السلام يطلو على جبريل القرآن مرتين في الشهر. ليه لأنه هو ده شهر القرآن. فنيجي بقى تقول لك لا أصل للدنيا مقفولة في رمضان وما ينفعش ان احنا نتكلم خلاص كل واحد مع نفسه. لا أنا يعني يعني أناشد المشايخ والدعاء اجعلوا ولو كل يوم جلس التدبر والتدبر وتأمل عن القرآن في رمضان. تمام كده علشان بس كده. من اللي راح يسحر ده؟ فأني بلد راحين تسحروا دلوقتي. دلوقتي يسحروا دلوقتي دي كده؟ خلاص احنا أسدل عندنا الفجرة خلاص. وهنا دلوقتي في فترة الشروق يعني. طيب. يبقى ده أول عتب يا جماعة ما تفلوش بابكم في رمضان. وخلي باب القرآن مفتوح للتدبر للعالم اللي زي. طيب رقم اتنين. لما نيجي نتكلم عن القرآن والأنوار اللي موجودة في القرآن. القرآن في حاجة عجيبة جدا يا جماعة. واسمعوا مني الكلام ده. القرآن فيه جزء خاص بتطهير القلب. شئت أم أبيت. مجرد كرأتك للقرآن. وده النقطة اللي عايزة أتكلم فيها. جميل إن احنا نعمل ختمة واثنين وثلاثة. وجميل إن انت تقرأ القرآن وتختم أكتر من الختمة. لكن الأكتر من كده والأجمل من كده والأفضل من كده. اسمعوا معايا. إنك انت تتدبر وتفهم وتعي القرآن في الشهر ده. عشان تعرف تكمل. أنا عايزة أقول إن تدبر القرآن في الفترة دي. يعني ينقلك نقل عجيبة جدا في علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى. مجرد وجودك إنك انت بتتدبر القرآن في الفترة دي ينقلك. ليه؟ لأن هو يعني سبحان الله يعني هو دي من أسرار القرآن وما تسألونيش إزاي. إنك بتقرأ تقرأ تقرأ فربنا يفتح لك الفيضات. تقرأ فتفهم فتتدبر فربنا سبحانه وتعالى يثبت عليك من نور القرآن. يعني دي خلونا مؤمنين بالقصة دي لأن أنا عم نفسي عم مؤمنة بيها جدا. لما نيجي مثلا نتكلم مثلا مثلا يعني إحنا كنساء نعلم الرجال حديث النبي صلى الله عليه وسلم علمه رجالكم. الرجال تتعلم سورة المائدة والنساء تتعلم سورة النور لما فيها من أحكام العفة والطهارة وكذا قضية في سورة النور. اللي طلبت منا إن إحنا نتعلم النساء الأحزاب وطبعا سورة النور. وطبعا سورة الطلاق الصغرى والكبرى. الكبرى سورة النساء وطبعا سورة الطلاق العادية اللي هي الصغرى. فلما نيجي نتكلم مثلا عن سورة النور وقاية سورة وليس وميات سورة النور وذكر اسم الله نور السماوات والأرض. نور العلم ونور الخشوع ونور التفاوء ونور الكلام عند ربنا سبحانه وتعالى. كل الكلام ده ندعونا سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا وإياكم قولوا أمين. فإحنا من فضلكم إحنا محتاجين التدبر ومحتاجين إن إحنا مش بس نقرأ. مش بس على فكرة نقرأ. لأ نقرأ وناخد تمام ورد قراءة ومرة واثنين وختمة واثنين وثلاثة بس كمان إن إحنا نتدبر القرآن. طيب أنا هاخد النهار ده معاك وصورة الجهف. إحنا كنا تكلمنا قبل كده من سنتين تلاتة تقريباً سنة عشرين عشرين تقريباً عن سورة الكهف وجمال سورة الكهف. وركزوا معايا بقى في الكلام اللي أنا هقوله النهار ده. مقاصة سورة الكهف. ليه سورة الكهف؟ طلب الله عز وجل على لسان النبي وصلى عليه بقى وإنتوا بتسمعوني. صلى عليه. إن إحنا نكرر سورة الكهف مرة بما إن النهار ده الجمعة فتصلى على النبي نوك وثواب بقى عشان ناخد السوابات. ليه نكرر سورة الكهف ونقرأها مرة كل مرة إسبوعياً؟ كل إسبوع سورة الكهف. آه. في حاجة خطيرة سورة الكهف. سورة الكهف بتتكلم عن أربع فتن بيفتن فيها المؤمن. لا خلاص له بها إلا من القوار بالنجال اللي أنا هقولها لكم النهار ده. لكن لكن ليه؟ لإن فيه فتن أربعة بنتعرض لها سورة الكهف. فتنة الدين، فتنة العلم، فتنة المال وزينة الدنيا وفتنة السلطة. وكل واحد فيها لها أسليب للنجاة. وإزاي ربنا خاطب؟ ليه سمية سورة الكهف بسورة الكهف؟ وركزوا معيشان يعني نقرأها النهار ده كلنا. هتقرأوا النهار ده سورة الكهف عشان تاخدوا كل السوابات بتاع سورة الكهف. السوابات تعالوا مقول لكم. وأقول لكم حديث كلها اللي خاصة في فضاء سورة الكهف كنت كتبهها لكم كلها. لا حقول لها لا قوات إلا من أهلا وسهلا. هقول لنا كل الكلام لدلوقتي. هقول. أولا حديث سيدنا أبو الدرداء من قرأ العشر الأوفي من سورة الكهف عصمة من فتنة المسيخ الدجال. وأصلا فيه حديث تاني رواية تانية من القرأ واللي حفظ العشر آيات الأولين. فالتا بتحفظها كلها عشر ربنا نجينا من فتنة الدجال. لأن فتنة الدجال أعظم فتنة موجودة على المسلمين هي فتنة الدجال. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين السماء والأرض. كمان من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال غيروا الدجال أخوثني عليكم. أعظم فتنة على المسلمين فتنة المسيخ الدجال. قال إن يخرج عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم خلاص عليه الصلاة والسلام وإن يخرج ولست فيكم فكل امرؤ حجيجه إيه حجيجه نفسي والله خليفتي على كل مسلم حديث البراء من قرأ رجل الرجل اللي قرأ رجل سورة الكهف وفي الدار دبا اللي هو كان يقال أنه أسيد سيدنا أسيد قال إن في الدار كانت دبا فجعلت تنفر فتنظر فإذا ضبابة فإذا سحابة فإذا غشيت فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال قرأ فلان كذا فأنزل السكينة السكينة نزلت ونزلت ليه الملائكة نزلت ليه نزلت علشان سورة الكهف بسورة الكهف كان طبعا هو سيدنا أسيد بن حضير اللي أنا قلتلكو عنه برضو حديث سيدنا أبي سعيد الخضري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف كانت له نورا من مقامه إلى مكة يا نهى ربي ده نور كبير قوي تخلوا من بيتك لحد مكة ولينا من المكة مسجت تساعات سفر بالطيارة يعني لا مسافة كبيرة كانت له نورا من مقامه إلى مكة ومن قرأ عشر آيات من آخرها ورواية تانية من أولها عصمة من ثم خرج الدجال لم يضره ذلك وعصمة فتنة المسيح الدجال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة النهاردة الله له نورا بين الجمعتين برضو حديث سيدنا بن عمر من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة وعصات عليه نور من تحت قدميه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين عن عائشة برضو رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بسور أمل أعظمتها ما بين السماء والأرض ولكاتبها الأجر مثل ذلك الأجر من قرأ يوم الجمعة سورة الكهف فغفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام أو قرأ الخمس الأواخر من عند نومه وهكذا كل دي سوبات قراءة سورة الكهف النبي صلى الله عليه وسلم قار البيت الذي لا تقرأ فيه سورة الكهف لا يدخله الشيطان طيب خلينا بقى نتكلم عن سورة الكهف والفتن اللي موجودة في سورة الكهف ليه سميت سورة الكهف بهذه الاسم ليه ما سميتش مثلا بزل كرنين أو سميت مثلا بالتاني صاحب الجنتين أو مثلا فتنة العلم مثلا موسى والخضر ليه سميت سورة الكهف بسورة الكهف علشان قصة أصحاب الكهف طب ما فيها أربع خصص وأربع فتن ليه أصحاب الكهف بخصوص علشان أصحاب الكهف الوحيدين اللي ما راجعوش بيتهم صاحب الجنتين دعا إلى الله ونصح صاحبه في زينة الدنيا ورجع لبيته سيدنا موسى صاحب الخضر شوف قال مشي ثمانين سنة ولا ميت سنة ولا صاحب الخضر علشان تلت مسائل فقط تلت مسائل فقط معناها قل لها أنت تظن في الله تظن الحسن وعرف أن القدر الله حتى خير حتى لو أنت مش شايف كده أصحاب السفينة الجدار قتل الغلام شفتوا إزاي بس عشان يعني طب ليه مسلا ماش كده أصحاب رجع بيته برضه سيدنا موسى بعد ما تعلم من الخضر رجع بيته ذو القرنين اللي ملك السلطة ما بين المشرقين والمغرب وكان له جيش عاصيم ذو القرنين القوتي يا العلم واقوتي يا واقوتي كل دوت ذو القرنين بعدها إلا حسن خلاص رجع لبيتهم إلا أصحاب الجاه إنهم فتية آمنوا بربهم صغيرين آمنوا بربنا سبحانه وتعالى فزادهم وده ربنا زادهم وده وألهمهم الرشد بتاحهم هنتكلم عن الكلام ده النهار ده فما رجعوش بيتهم فشوفوا الله الشاكور بقى الله الله عز وجل الشاكور حصل إيه آه من الله عز وجل بإسمه الشاكور على أصحاب الكهف فسميت الصورة صورة صورة الكهف والكهف أكبر من الغار يا جماعة الغار صغير الأكبر منه شوية الكهف فيه برحم في المكان واسع في المكان فسمية صورة الكهف بقى كذا طب تعالوا بقى اشفاكرين لما قعدنا نتكلم عن البلاغة وبلاغة القرآن وتدبر آيات القرآن فاكرين لما تكلمنا كلامنا وقلنا إن هات أوخر السورة مثلا كلا لا تطعه واسجد واقترب اللي بعدها إن أنزلناه في ليلة القدر يبقى السجود بعدها ليلة القدر صلاة وسجود طيب هاتو بقى قبل صورة الكهف صورة الإسراء الله بصوا نهاية صورة الإسراء الحمد لله كان كلها أسماء وصفات وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير الله أكبر جبع ديها الحمد لله الذي أمزل على عبده الكتاب ولم ها الله جميع بصوا الحمد اللي انتهى به صورة الإسراء أسماء وصفات والحمد اللي ابتدت به صورة الكهف وركزه معايا لأني دا الفهم والتضب وركزه معايا الحمد اللي ابتدى به صورة الكهف حمد احمد ربنا أصلا إن ربنا نزل الكتاب احمد ربنا أصلا على القرآن شفتوا الجمال شفتوا الجمال أنا عايزاكوا كده وعايزاكوا وانتو مركزين في الصورة مركزين في الكلام دوت لأني دا التدبر الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله عواجة أبدا فالحمد على الفعل وعلى تنزيل الكتاب من الله عز وجل تمام بصوا بقى صورة الكهف اختصرت أربع قصص زي ما قلتلكم فتنة أربع فتن فتنة الدين اللي يقول لا إله إلا الله مش عارفين يقولوا أصلا أصحاب الكهف لا إله إلا الله مش عارفين يدعوا إلى الله دا اللي يصلي كان يقتل فتنة الدين وفتنة الزينة الدنيا صاحبة الجنتين وفتنة العلم وطلب العلم وهنقولي الكلام دا وناخد منها ننجو منها زي وفتنة السلطان فالله عز وجل جعك يأمرك انت أقرأ صورة الكهف كل جمعة ليه فيها معاني خطيرة وفيها معاني رهيبة بتعالج صورة الكهف لأربع فتن دول وأربع فتن وفص الشيطان بقى يوسوس ما هيوسوس لك هنا وهيوسوس لك هنا وفي الأربع ورفض السجود لآدم ما خلط دي صورة الكهف فتنة الدين أصحاب الكهف آه قصة أصحاب الجنتين والدنيا وأن ربنا أصلا أصلا بصوا أصحاب الجنتين أصلا لا تنظر زنت الدنيا الدنيا دي ربنا أعطاه المين الله عز وجل لا يعطي الدنيا يعطي الدنيا لمن أحب ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب الدنيا ربنا أعطاها المين لإبليس أنظرني إلى يوم يبعثون خلاص إنك من المنظرين أعطاها شفتوا شفتوا عشان كده الدنيا في الجنة كل متع الدنيا كمربط عنزة شفتوا الوتد كده الخشب اللي بتربط فيه المعيز وهو زيه كده ليس لها قيمة قصة فتنة العلم طبعا لموسى والخضر وقصة السلطان لمين لزي القرنين خلوا بالكم من الكلام ده زي ما قلتلك الله عز وجل باسمي الشكور سمى صورة الكافب عن قصة أصحاب الكافب الوحيدين اللي مراجعوش بيتهم قعدوا تلتمية سنة وتسعة هلوم هلوم يا عباد الله هلوم وتعال شوفوا ربنا بعد تلتمية وتسعة سنة طلعوا يقولوا كده ربنا بيعبد وسمعوا اسم الله ده كان اللي بيذكر اسم الله على أيامه وكان بيحصل له ايه كان يقتل وبعد كده كان كم من طلعوا الإيمان الذي اكتسبتموه في خلوات المنازل اللي تصدحون به يوما فوق قصة واحد تلعوا يقول يا عباد الله قوم شهده نصر الله بعد ما قاموا بعد تلتمية وتسعة سنة قاموا وشافوا هالكلام طيب بصوا بقى ايه خطوات اللي في صورة الكاف صورة الكاف متكلم عن العصمة من الفتن دي كلمة الرجد اللي جات في فتنة الدين اللي هم أصحاب الكافزة نفسيهم تذكرت أربع مرات وبعد كده الزينة زينة الدنيا تذكرت كام تلت مرات اللي خايف من الفتن يقرأ صورة الكاف تعرفيني الإمام أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل كان بيعمل ايه في الفتنة كان كل يوم يقرأ صورة الكاف سيدنا الحسن سيدنا الحسن بن علي لما تنزل خلافة عن المعاوية كان بيقرأ صورة الكاف كان الناس تجرح تقوله انت ليه ليه وكانوا يغلزوا له الكلام كان فتنة رهيبة كان يقرأ صورة الكاف ملك وفتنة بقى شوفي أدي أصحاب الكاف أدي زينة الدنيا أدي موسى والخضر وإيه التقوى ثالث حاجة السلطان مين زي القرنين من الأربعة اللي ملكوا الدنيا الأربعة اللي ملكوا الدنيا عندك مين حديث ابن الجوزيه وبرضه السوري سوفيان السوري كان يقول كده والإمام الحسن بيقول ابن علي كان يقرأ ويقول ملك الأرض اللي تملكوا الأرض أربعة اتنين مؤمنين واتنين كافرين اللي اتنين المؤمنين زول قرنين وسليمان أما اتنين الكافرين النمرود وبختنصر الاتنين هما دول الموقع وبعدين الحديث وسيملوكها خامس من أهل بيتي إن شاء الله الخامس من أهل البيت يكون المهدي المنتظر طبعا الملك الأرض مشقة ومغربها أربعة مؤمنين كافرين سليمان سيدنا سليمان بن دور وزول قرنين والكافرين بختنصر والنمرود هم اللي ايه اللي ملك وبرضو ابن تايمية في مجموع الفتاوي قال نفس الكلام ملك الارض مؤمنين اتنين مؤمنين واتنين كافرين طيب قصة اصحاب الجنتين يقولك ايه اوعى تنخدع في الدنيا قصة اصحاب الجنتين اوعى تنخدع في الدنيا اوعى الدنيا تختعك الدنيا اصل لا تسوي عند الله جنحة بعوضة اعطاها لابليس يلا انظرني فنظر قصة سيدنا موسى والخضر ايه اللي حصل لأ انا ما اناش عارفة هنا الابس انت عمليين تبعتولي حاجة كده انا ما اناش عارفة ولكن يعني ايه خلوني كده في اول مرة لايف بعد كده انه بقى نكتشف سيدنا موسى والخضر لما قعد يسافر عشان تلت مساء فقط اصحاب السفينة والجدار والغلام ليتعلم ان اقدر ربنا كلها خير قدر ربنا كله خير عشان انتبقوا فاهمين وان اللي ظاهر لك ان ده شر ولكن هو خير بعد كده في فعل الله المطلق والخير المطلق في فعل ربنا وان الخير اللي ما بتشوفوش عينك المجردة هو مراد ربنا غير وان لطف الله الخفي هو لطف ربنا خفي في قصة التلاتة بتوع سيدنا موسى التلاتة اللي مر عليهم كان فيه لطف اسم الله اللطيف فيه في لفتة جميلة جدا جدا في قصة سيدنا موسى والخضر لما سيدنا موسى بقول الخضر اخرقتها انت بتخرق السفينة تغرق اهلها لا طب ما انت جواها سيدنا موسى ما انت هتغرق انت كمال قال له او لا المصلح المصلح دايما بيفكر في ايه المصلح دايما بيفكر في مصلحة الغير ومصلحة الناس الناس نفسه سيدنا موسى حصل معاه كده ما قالش لنغرق نحنه ما قالش كده قال له تغرق اهلها لتغرق أهلها برضو لما قال سيدنا موسى إيه لعلكم تستلون طب ما أنت كمان حتتدفى بالنار وتدفيت النار لأ دايماً بيفكر دايماً المصلح يتفكر في نجاة الناس وخلاص الناس ومصلحة الناس ودايماً يدور على مصلحة الناس اللي في الدنيا الدنيوية واللي في الآخر ده الله سبحانه وتعالى يجعلنا منهم قولوا آمين طيب فتنة العلم في سيدنا موسى وعا تتكبر إيه وعا تتكبر لا يدخل للجنة في قلبه ذرة من كبر إيه وعا تتكبر ودي اللي في قصة سيدنا موسى العلم يا جماعة له طغيان طغيان العلم ولكن العلم اللي يتعلم صح بتربية وتزكية ربني نجيك من فتنة الناس اللي بتتكبر بالعلم ولا عندي يا أمي تجري الروح يا عمي انت عارفين حاجة ده انت بتفضل والله ولا يحوطين بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض فالعلم يضغيك العلم يضغيك هاته كده سورة إيه هاته سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق سورة اقرأ أولها إن الإنسان لا يطغب لا تضغب العلم يا أم هاته آخر السورة كلا لا تطع وسجد واقترب يا أم العلم يخليك تسجد وتقترب بين الله عز وجل وإن الله يخشى إنه يخشى الله من عباده لإيه؟ العلماء العلماء هم أكثر خشية طيب إزاي بقى سورة الكهف تحفظنا من الفتن؟ الحفظ زي ما قلتلكم أول عشر آيات من سورة الكهف أو آخر عشر آيات يا عمي انت تحفظها كلها خلي ربنا ينجينا منها أقوله أمين فتنة الدين فتنة الدين آه فاسحاب الكهف إعلقت أصلا الدجال إن إحنا لما نحفظ أول عشر آيات وأول وآخر عشر آيات إيه اللي يخلينا أصلا إن إحنا نحفظ يعني إعلقت ده بفتنة المسيح الدجال آه أصل فتنة المسيح الدجال الدجال ملك ملك لاربع حاجات بتوع الفتن فتنة الدين يفتنك في دينك بدعو الناس للشرك يجي يقسم الواحد اتنين وبعدين يقول له قم يقسم البناء أدم اتنين الرجل اتنين يقول له قم فيقوم يقول له أنا ربك أنا الرب أنا أحيي وإميد فتنة للدين بدعو للشرك ولا ينجر الله سبحانه وتعالى إلا المؤمن يقول له الله ما زددت فيك إلا إيمانك إنت الدجال والمؤمن يرى يرى على جبين الدجال كافر ويرى ويرى الكافر على يمين ومؤمن وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث طبعا الحديث دائفة لك إنه يقص به فضائل الأعمال إن استطعت أن تغمد عينك إنك تغمد عينك لما الدجال يرميك في النار لأن نار الدجال هي جنة الله عز وجل فتنة الدين قل له أنا ربكم فتنة في الدين أعظم فتنة النبي صلى الله عليه وسلم هي فتنة الدجال الرسول عليه السلام قال لا تقوم الساعة حتى لا يذكر الدجال على المنابر أنا عايز أقول لكم أبدا جي نتكلم عن الدجال شا عايز أقول لكم بحلم بقول لأ رب أنا بالي وبالي الدجال وهو أحد أكون أجي في الزمن اللي فيه الدجال يا رب يا رب أعصمنا من هذه الفتنة قاله أمين علاقة فتنة الدجال بصورة الكهف في فتنة الدين أده هو بيدعو للناس طالت الشركة يقسموا ولأأمين وشرك بالله أنا الله أنا الله استغفر الله فدي فتنة في الدين فتنة الجنتين الزينة يمر بالخربة يمر بالمدينة الخربة الدجال فيخرج منها الكنوز يخرج منها ويأمر الأرض ويأمر السماء فتمتر يقول لك أنا رب تمتلك الأرض الجباء بقت خضرة وأمرت السماء إنها تمتر مطر فتنة فتنة في الدنيا وفي زنت الدنيا ده رقم اتنين رقم تلاتة فتنة العلم الدجال بيجيب الواحد كده يقول له موت يموت أو يخبره عن حاله القديم أو يخبره هجماعة عن أبوه أمه يخبره اللي مات والأبوك أمك أهو فتنة عالم بهذه الأمور ففتنة في العلم فتنة الدجال بالسلطة بيقول تدين له الممالكة كلها كل الأرض وكل الممالك وما من بلد إلا يبلغه سلطة الدجال إلا مكة والمدينة عليها ملكين مسكين حرب عاملة كده حتى وصفها النبي صلى الله عليه وسلم الحرب عاملة كده مسكها الملكين ووقفين بيها بالحرب على باب مكة والمدينة لا يدخلها الدجال طيب قوارب النجا بقى لما جاء أنا فتنة الدين وده كده معلش سامحوني واحفظوا معي لأنه لما نسمع حتى يعني مجرد كلام مختصر عن صورة الكهفة ما تيجي تقرأها النهاردة هتلاقيها جميلة وهتفتكر الكلام اللي أنا قلتلكو عليه فتنة الدين أربع حاجات للنجاح من فتنة الدين بتوع أهل الكهف دول الفتية دول عملوا إيه؟ هجروا البيئة الفاسدة سيب سيب الأرض اللي حصل عليها فساد والشرك وحصل سيب الأرض اللي قتل 99 نفسه جير راحل قال له لا يتوب قال له ملوش أم جاء قتل وراح لراجل عالم قال له سيب الأرض دي وراح لو عبد ربنا في أرض تانية يبقى هجر البيئة الفاسدة الدليل وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأوه إلى الكهف يا رب جعلنا كهف نقوي إلي يا رب في قلوبنا قوله أمين فأوه إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته الله أنا هكلمت على اسم الرحمن النهاردة صرت الكهفة ينشر لكم بس يا رب ما نساش ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشد اللهم هديني وسددني وارشدني يا رب دايما دعود الرسول على السلام سيدنا عليه يقول اللهم وفقني وديني اللهم سددني ورشد اللهم وفقني وسددني ورشد الرشد في الأمر رشد الأمر يبقى أول حاجة أنهم هجروا البيئة الفاسدة رقم لو أنت عايز ربنا إنك جيت من فتنة الدين ما تقعدش في مكان في فسد ولا تعينك على الصلاة ولا تعينك على كذا ادعي ادعي دايما بحاجة زي كده طيب أنا معرفش إيه اللي بيطلع لي هنا يا جماعة والله يعني يعني خلوني إيه طريبا مفيش نت هنا كمان طيب رقم اتنين عملوا إيه اللجوء إلى الله أهل الكهف عم تلجأوا لربنا ربنا آه هيئ لنا يا رب ودعوا ربنا سبحانه وتعالى فربنا أوحى إليه أنا أروحوا لكهف اللجوء ربنا بإيه كثرة الزكر كثرة الزكر تقربك لربنا سبحانه وتعالى كثرة الزكر تلاقي نقلب كثرة الزكر تخليك دايما يا ربنا عايزك وعايز طريقك آه الدليل وكل عسى واسكر ربك إذا نسيت أهو وكل عسى أي عسى في القرآن للتحقيق يعني نعم عسى أي هدينا بالأقرب من ذلك آه شهد اللهم اجعلنا منهم تالت حاجة عملوها جابوا صحبة كلهم مع بعض أهل الكاف راحوا كلهم مع بعض جابوا صحبة مع بعضهم صحبة الصلحة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون إيه يريدون ولا تعضوا أيناك عينهم تريدوا زينة الحياة الدنيا جميل ولا تتبع عدم اتباع الهوى ولا تطع من أغفلنا قلبه وعن ذكرنا واتبع هواه اوع وكان أمره فرض اللي بيتبع هواه اللي بيحصل اللي بيتبع هواه سقط من اتبع الهوى هوا يعني سقط اللي بيتبع الهوى ايه يسقط طيب حاضر أنا حقيقة مش عارفة الدنيا دي مشي هنا زي السنة لله صحناه تعالى يكون شغال ولو تطع من أغفلنا قلبه وانذكرنا واتبعه طب يبقى دول الأربع حاجات من النجا من فتنة الدين طيب النجا من فتنة المال أول حاجة فتنة المال هي صاحب الجنتان قاعد ينفحه صاحبه وقوله عكون فاكر كده ده ربنا ممكن يبدلها لك وتصبح صعيدا شوف أو يصبح ماء وها غورة خلوا بالكم من الكلام ده مهم جدا يبقى زي ربنا ينجيني أو قوارب النجا في فتنة المال افهم حياة الدنيا واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فأصبح الأرض وبعدين فأصبح فأصبح هذه شي ما تضرو وكان الله على كل شيء سرعا انقضاء الدنيا تمشي بسرعة عدت بسرعة عدت مهما عشت فين الناس اللي موجودة من 100 سنة ماتو فين اللي موجودين من 90 سنة ماتو فين انت دلوقتي كنت ايه لم يكن شيئا مذكور انت اصلا ما كنتش موجود فسرعت افهم حقيقة الدنيا لعاعة طيب شوفوا كده صورة الانبياء صورة الانبياء بيقولي اقترب للناس ايه حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلات المعرض طب هم في غفلات الناس اقترب الحساب هم وعيين والله ما هم وعيين معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا استمعوا هم ايه نشطين وبيذكروا طاق يلعبون طب بقلوبهم حدا لا هي تم قلوبهم ده كارسة ده كارسة لا هي تم قلوبهم كل الكلام ده وهم خلاص اوه واصر قالوا اضغص احلام في الاخر يعني لا عايز اقول لكم ان النجاح من فتنة الدنيا من فتنة الدنيا ان انت تذكر الاخرة زي ما احنا قاعدين دلوقتي بنذكرنا ده الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلها جلسة ذكر اللهم امين ويكتبها لنا ونخلص على الشروق نقوم نصلي الرقعتين والضحى فحجة وعمرة تامة 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 مع النبع السلامة اللهم امين النجاح من فتنة الدنيا انك تذكر الاخرة ايه ده ليه ويوم نسير الجبال ايه وترى الارض هاملة وترى الارض بارزة فلم نغادر منهم ايه احدا والقد جئتمونا فرادة ينهر كل واحد يقف قدام ربنا فرادة وقالوا يا ويلة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصى انتو عارفين صغيرة وكبيرة الفضيل اللي عبدالله بقول ضج الناس بذكر الصغيرة قبل الكبيرة ضج الناس بذلك انه ذكروا الحاجات الصغيرة ذكر كل حاجة هفواتك وغفلاتك وكلامك وعدم كلامك وحتى مجرد انك بتحرك ايدك في الرمل كده زي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا لسيدنا عمر طيب ثالث حاجة قوارب النجاح من فتنة العلم اول حاجة للعلم تغيام انا قلتلكم لكن بالتربية والتسكية يأتي العلم ثمرته يا جماعة طيب اول حاجة تواضع شوف سيدنا موسى قاله هل اتبعك على ان تعلمك مع انه رسول ومنقول العزم من الرسل ولكن قاله هل اتبعك شفتوا الادب شفتوا التواضع بسوا كمان ولا تؤاخذني هل تؤاخذني اذا ولا ترهقني بالراحة علي ادب التعلم التواضع مع انه رأتلكم رسول تاني حاجة همية طلب العلم يعني شوفوا سيدنا موسى فضل قد ايه وما اخترش وربنا علمه لما واحد سأله وانت اعلم اهل الارض قال له اه ربنا عدبه وقال له رح شوف للخضر اهو عد وربنا اتهم العلم يعلم اكتر منك فاروح تعلم منه اهمية طلب العلم طلب العلم بتعرفنا عن ربنا طلب العلم بتخليك قريبا ربنا طلب العلم بتخليكش تستجيب للفتنة زي ما بنتعلم دلوقتي على صورة الكاف لما تيجي تقرأ انت مش هتندم بعد كده انت ذات نفسك الكلمات ده هتبقى موجودة ده الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بها اه تالت حاجة الصبر بقى على طلب العلم الصبر يعني شوفي الواحد بس يطلب بس طلب العلم الصبر عليها اه صورة الكاف فيها من الرحمات وفيها كلمة رحمة جاب فيها زي ما قلتلكم سبع مرات وإحنا مطالبين نقرأ صورة الكاف كل ايه كل سبع تيام يعني كل اسبوع فجيلك رحمة من السبعة للسبع تيام والله الواحد يعني جاب دماغه كده يعني معرف لهاش دليل بس يعني كذفة في القلب كده ده الله سبحانه وتعالى يرزقنا الرحمة وإياكم طيب قوارب النجا بقى في موضوع سلطان العلم بتاع ذي القرنين اه ذي القرنين قال ايه نسى بالفضل لله قل بفضل الله برحمة ربنا نسى بالفضل لرحمة ربنا انا عمري ما الكلام ده جيله من نفسي ده برحمة ربنا تاني حاجة تذكر الاخرة وانه هو دايما يذكر الامر الاخرة اه كلمة الكاف أصلا زكرت في صورة الكاف كم مرة ست مرات الزينة اه انا جعلنا معا على الارض زينة لها شفتوا زينة لها مش زينة لنا واحنا عملين مش الله علينا عملين نسكر في الدنيا ونعمل في الدنيا بتاعتنا اصلا ايا مش بتاعتنا ايا مش دار قرار اصلا الفتن الاساسية اللي بتتعرض لها في صورة الكاف وخوارب النجال اللي انا قلتلكو عليها لكل فتنة نخلي بدنا منها فضل الصورة بقى زي ما قلتلكو نور من الجمعة للجمعة نور نور من هنا الحد بمكة تعصم من الفتنة المسيح الدجال البيت الذي لا تقرأ فيه صورة الكاف لا يدخله شيطان يعني انت لما هتقرأ كمان صورة البقرة كل الكلام ده ادعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا صورة الكاف وانوار صورة الكاف واني يجعل ربنا لنا كهف في الدنيا نقوي اليه واني ربنا يرزقنا النجاة من فتنة الدين وفتنة الدنيا الزينة الدنيا ومن فتنة العلم وسلطان العلم ومن فتنة القوة والسلطة وهكذا أمور يعني ادعو الله سبحانه وتعالى يارب انتوا تقرأوا النهاردة صورة الكاف تتذكروا المعاني اللي انا قلتلكوا عليها ديت ونلتزم بيها وان شاء الله بإذن الله هيبقى لنا كل يوم وقفة يعني يعمل لكم بس بعد صلاة الفجر هشوف بقى انتوا وانتوا كاتبين في التعليقات عايزين بعد صلاة الفجر ولا عايزين بعد الترويح بحيث ان احنا نجمع الخيرين نشوف الناس صحي امتى اللي بيزحى من بعد صلاة الفجر دي بقى معايا وياخد ثواب ان هو يذكر الله عز وجل من بعد صلاة الفجر للشروق ونصلي رقعتين الضحى او اربع رقعات الضحى يا ابن آدم اركع عليه اربع رقعات اول النهار اكفي كآخره وان شاء الله بإذن الله نستمر معاكو وربنا يحين على هذا الأمر ويجمعنا القرآن يا جماعة مش بس كرا القرآن تدبر ينقلك نقل غير عادية بينك وما بين ربنا القرآن يا جماعة القرآن افضل اقول من هنا لحد لو ربنا يتوفني واليوم الايامة لحد دم مموت القرآن القرآن يجعل لك حال مع الله القرآن يخلي لنا حال مع ربنا القرآن يخلي لك نور ورجد ويخليك تعرف تتجنب الفتن ولا تسقط ولا تكتئب ولا تحزن الله سبحانه وتعالى يا ربي يكرمنا وإياكم هدعي حب صغيرين وبعد كده نختم ونأمن مع بعض يا ربي لك الحمد كما ينبغي الجلال وجهك وعظيم السلطانك اللهم لك الحمد حتى تردى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد أبدا أبدا اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا يا رب علمناها أم لمنا علمنا أدينا شكراء معجزنا وعينا يا مولانا على ذكرك وشكرك وحسن عبادت اصلح لنا الأحوال يا رب اكرمنا يا رب اجعلوا يوما مباركا يوم الجمعة هذا يا رب ارزقنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم يا رب وتقبل منا وبلغوا السلام اللهم بلغ رسول الله إننا نصلي ونسلم عليه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا رب لجعلنا لسنة سيدنا محمد من المتبعين ومن المحيين ولا تجعلنا يا مولانا من المبتدعين وأوردنا حوضة واسخرة من يدي شريفة شربة هنيئة لا نظم أبعدها أبدا حتى ندخل الجنة بسلام يا كريم اكرمنا يا رب اصلح حالنا يا رب اللهم اصلح حالنا يا رب اصلح حالنا يا رب وكرمنا بكرم من عندك يا رب بلغنا ليلة القادرة بلغنا الطاعات يا رب في رمضان اجعلنا من أهل القرآن اجعلنا من أهل القرآن اجعلنا نفهم القرآن اجعلنا نتدبر القرآن اللهم ارضعنا برضاك يا رب وارزقنا الطاعة يا رب وارزقنا طاعة يا رب وارزقنا صيام رمضان يعني إيمانا واحتسابا وارزقنا قيام رمضان إيمانا واحتساب عدنا على التعاط في رمضان اللهم أمين اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا رب سميع وقريب مجيب الدعوات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات يا رب جعلنا جعلنا يا رب من مقيم الصلاة ومن دريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هبلنا من أزواجنا ودريتنا جعلنا نمتقينا إماما ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وحسن لنا الخاطمة اللهم أمين أمين وصل لهم على سيدنا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته